استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس البرلمان جمهورية تنزانيا توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي والوفد المرافق لها وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشيرا لأن مصر تعتبر تنزانيا أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في أفريقيا فضلا عن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في ظل عضويتهما في حوض نهر النيلة وتطرق مدبولي إلى الحديث عن سد يوليوس نيريني التنزانية الذي يعد أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في تنزانيا وينفذه تحالف مصري